مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج الأسبوعي بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر لعام 2020 في المركز الثامن والعشرين والأخير مسلسل أسفي على شبابي بنسبة 1.5% وفي المركز السابع والعشرين مسلسل التوبة بنسبة 1.6% وفي المركز السادس والعشرين مسلسل بابل بنسبة 1.7% وفي المركز الخامس والعشرين مسلسل في السراء والضراء بنسبة 1.8% وفي المركز الرابع والعشرين مسلسل حياة جديدة بنسبة 1.9% وفي المركز الثالث والعشرين مسلسل هياني نذهب بنسبة 2.05% وفي المركز الثاني والعشرين مسلسل حب في العلية بنسبة 2.2% وفي المركز الحادي والعشرين الحلقة الأخيرة من مسلسل السيد الخطأ بنسبة 2.5% وفي المركز العشرين مسلسل اتصل بوكيلي بنسبة 3.02% وفي المركز التاسع عشر مسلسل ماريا ومصطفى بنسبة 3.04% وفي المركز الثامن عشر مسلسل حكيم أولو بنسبة 3.05% وفي المركز السابع عشر مسلسل الساد بنسبة 3.70% وفي المركز السادس عشر مسلسل زارة الثالوث بنسبة 3.77% وفي المركز الخامس عشر مسلسل العنقاء بنسبة 3.8% وفي المركز الرابع عشر مسلسل اسم ملك بنسبة 4.3% وفي المركز الثالث عشر مسلسل ابنة السفير بنسبة 4.88% وفي المركز الثاني عشر الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل قدرك هو المنزل الذي وللتفيه حيث نالت على نسبة 4.89% وفي المركز الحادي عشر مسلسل علي رضا بنسبة 5.07% وفي المركز العاشر مسلسل نجمة الشمال بنسبة 5.2% وفي المركز التاسع مسلسل التفاح الممنوعة بنسبة 5.3% وفي المركز الثامن مسلسل رامو بنسبة 5.8% وفي المركز السابع مسلسل الحفرة بنسبة 6.7% وفي المركز السادس المسلسل الجديد نهضة السلاجق العظمى بنسبة 7.1% وفي المركز الخامس مسلسل الغرفة الحمراء بنسبة 7.6% وفي المركز الرابع مسلسل أنت أطرق بابي بنسبة 7.9% وفي المركز الثالث مسلسل الطبيب المعجزة بنسبة 8.4% وفي المركز الثاني مسلسل كانيا مكان في الشيكوروفا بنسبة 8.7% أما المركز الأول الدراما النفسية المميزة شقة الأبرياء بنسبة 9.8% وفي المركز الثاني مسلسل ا messieurs شكرا